لَإِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ لَإِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد أعزائي الكرام أيها المشاهدون أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرت البارحة الحديث القدسي لو اجتمع الناس على حب علي لما خلقت النار وذكرت أيضا بأن هناك فرقة أساءت فهم هذا الحديث وصارت تتمادى في ترك الواجبات وفعل المحرمات بحجة حبها لعلي عليه السلام فصارت تغالي وهذا النص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي هلك فيك أثنان محب غال ومبغض قال هلك يعيشنه يعني يكون من أهل النار إذن الحب اللي غال في علي إلى درجة أن يرفع إلى مستوى الربوبية بلا شك أنه هالك ويحب علي جاي غالي أنهم يكونن الهالكين ولهذا هم قالوا نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم يعني من الفضائل بعد ذلك ذكرت بأن هذه الفرقة على غلط بلا شك لأن علي عليه السلام هو بنفسه يدعو إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي والنبي صلى الله عليه وآله بنفسه يقول لو عصيت لهويت كيف أنا أقول اعتمد والله أغالي في حبي علي ثم أفعل ما أشاء لا ثم ذكرت حديث الإمام الصادق عليه السلام إنما شيعة جعفر من أطاع الله ثم قال سلام الله عليه الإمام الصادق كون لنا زينا ولا تكون علينا شينا أصلاً ذكرنا لابد أن تكون الشيعة مميزة في جميع الأشياء لأن قادتنا مميزون لابد أن يكون الشيعة أيضاً مميزة في تصرفاتها في أفعالها في كل شيء يقول حتى بحيث إذا رأاكم قالوا رحم الله جعفر ابن محمد الصادق انظروا كيف أدب شيعتاه شوف حتى يصير الشيعة مميزون وبعد ذلك قلت بأن أهل البيت سلام الله عليهم هم بريؤون كل البراءة ممن لا غيرة له الأبو اللي ما عنده غيرة تجاه بنته يطلع إلى الشارع وبنته شعرها طالع الزوج اللي ما عنده غيرة تجاه زوجته يطلع زوجته ويا إلى السوق وشعرها طالع وكذلك الأخ بالنسبة لأخته والابن بالنسبة لأمة فأهل البيت بريؤون من هؤلاء أصلاً ورد أن إذا شعر واحدة طلع بصورة إذا متعمدة إن كانت في الصلاة فصلاتها باطلة وإن كانت خرجت متعمدة بشعر واحدة طلعها برا تلعنها الملائكة ويلعنها اللاعنون هذا كل أحاديث ورد في ذلك بل أكثر من هذه في الحديث يقول بأن المتبرجة والتي تخرج شعرها فهي في الحقيقة أشد جرماً من الزانية لا إله إلا الله راجعوا الحديث شوفوا لأن تعليم في الحديث يقول لأن الزانية أجلكم الله إنما ارتكبت ذلك لغلبة الشهوة عليها الشهوة تغلبت عليها وفعلت ذلك خرجت عن طورها ما تدري بنفسها فعلت ذلك بعد ذلك تنتبه من غلطتها وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب لكن هذه تطلع شعرها أي شهوة تغلبت عليها بل بفعلها هذا جاء يتحارب الله سبحانه وتعالى عننا وتحارب النبي علنا وتحارب القرآن علنا وتحارب المؤمنين وتقول ترى أنا ما حاسبتكم شيء أبداً قلت الله شعرها لأن الله سبحانه وتعالى بالقرآن آية يأمرها بالحجاب على كل حال أيضاً حتى تارك الصلاة ليس فقط الأحجاب يترك الصلاة بلا شك إذا كان متعمد في ترك الصلاة ومن أهل النار لأن الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها من الأعمال مهما عنده حسنات ليس منا من استخفى بصلاتهم وهذا حديث لا يمسى سلام الله عليهم هذا كل بيناه بعد ذلك حصلت شبهة عند البعض بأنه إذا متى تنفع وينفع حب علي عليه السلام أليس جل اعتمادنا على حبهم سلام الله عليهم الجواب أقول الحب بلا عمل ما يفيد العمل بلا حب ما يفيد لازم يجتمعان حب مع عمل ولكن شوف عدنا قاصر وعدنا مقصر المقصر في حب عليين وفي أداء الواجبات بلا شك هذا يكون من القاصرين العفو من الهالكين المقصر في أداء الواجبات اعتمادا على حب علي ومعاند ومصر على ترك الواجبات وفعل المحرمات هذا هالك لا ينفعه حب علي أصلا ولكن كلامنا في القاصر هذا يحب علي ومن شيعة علي لكن لجهله لقصوره لكذا ارتكب ما ارتكب ولهذا هذا ينفعه حب علي ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني منه يعني ما يقصد بالمقصر المصر والمعاند بل يقصد القاصر اللي ارتكب وبعد ذلك انتبه إلى غلطته سيدي ارتكب سنة سنتين ثلاثة عشرة ارتكب لكن بعدين انتبه من غلطته مو مصر ولا معاند شوف خلي نشوف شوي اكو آية قرآنية جدا نطيفة خلي نوضح نقلنا دائما نسند كلامنا بآية وبرواية شوف الآية شوف تقول هنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالتين شون يعني الجهالة يعني قاصر غلبت هواء وسوسة شيطان على كله ثم يتوبون من قريب بس ينتبه يتوب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات عن إصرار وعناد حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هاي التوبة مو إله طبعا تتمت الآية ولا الذين يموتون وهم كفار إذن هذا المعاند والمصر بترك الواجبات وفعل المحرمات ومصر على إخراج شعرها وذاك مصر على ترك الصلاة وفعل المحرمات يقول هذولا شنو الله أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ما أكو فرق بعدين تصب من شيء يريد تصب غير شيء يريد مطلقا هذي شوف أكو فقرة لطيفة في دعاكم خلينا راجع هنا ونشوفها نقرأها سوء أنا وياكم يقول فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلادي معانديك لعاند يا بتقيم للأدلة وتقيم للحجج وتقيم لها الأدلة على أنه ما يجوز إخراج الشعر يا إمرأة أنت ليش تترك الواجبات يا رجال إلى آخرين إخلادي معانديك يعني وين إخلادها في النار لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين واحد من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين يعني في النار لعاند مصر وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا والله لا يستوى على كل حال إذن حبهم حب علي وأهل البيت سلام الله عليهم متى ينفع ينفع للشفاعة يشفعون لشيعتهم إذا ما كانوا مصرين وما كانوا معاندين وأما المصر والمقصر أولاً ذولاك تدري لأنه الإنسان عادة من يرتكب معصية وسبة الشيطان الإنسان مو معصوم يرتكب ما يرتكب كذا تالي ينتبه ويتوب الله يقبل توبته وتنفعهم شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم زين واحد هنا يسأل يقول إذن إذا هذا يحب علي وارتكب بجهالتين ارتكب من المعاصي ما شاء الله وين تروح ذنوبه تروح هباء منثورة شاشرون الله يقول من يعمل مثقالة ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقالة ذرة شراً يرى أذكر لك هذا الحديث تعال أنا وياك خلي نقرأ حديث جداً نطيف جداً نطيف يدل على أن الإنسان المؤمن الموالي المحب للنبي وأهل البيت عليه وسلام إذا ارتكب معصية معصية وين تروح دخل زنديق زنديق على الإمام الصادق سلام الله عليه شوف الأسلوب قال له إنك تزعم شوف الأسلوب إنك تزعم إن شيعتكم في الجنة الإمام سلام الله عليه بكل هدوء قال له نعم قال له أنا أعرف من شيعتكم من يرتكب المعاصي وأجلك الله قد يزني وقد يسرق وقد يشرب وقد يفعل قبيح قد ينظر إلى الأعراض إذن أين تذهب ذنوبهم الإمام سلام الله عليه قال له الله تبارك وتعالى يكفرها لكم يعني شنو يقل له يقصد بالقاصر مو المقصر المعاند شوف كن ساعة أكررها يقصد هذا القاصر إذا ارتكب هدش معاصي قال له الله يكفرها في دار الدنيا قال له بأي شيء قال له يكفرها بمرض يبتليه بمرض هذا المرض يصبح كفار للذنوب اللي ارتكبها في دار الدنيا قال له أنا أعرف من شعاتكم أنه ارتكب معصية ومات مرض هذه دعوة على كلها قال له الله تعالى يبتليه بفاقر فيكون هذا الفاقر كفار لذنوبه قال له أنا أعرف من شعاتكم أنه غني وارتكب معصية قال له الله تعالى يبتليه بزوجة تؤذيه فيكون كفار لذنوبه قال له لا أكون من شعاتكم أنه ارتكبوا أنه لا تمراض وما كان فقير كان غني وزوجتهم صالحة قل لها الله تعالى يبتليه بجار يؤذيه فيكون كفاري للنوبين قل لها كذا كذا قال الله تعالى يبتليه بسلطان جائر يؤذيه فيكون كفاري للنوبين قل لها أبدا لا أحد أذى ولا شيء الإمام سلام الله عليه كله قال الله تعالى يشدد عليه قبض الروح عند النازع يشدد سجديد قوي يكون كفارة لذنوبه قال لا إذا أنا مات براحة وشلون قال إذا لا هذا ولا هذا الله تعالى يصفي ذنوبه في القبر في عالم البرزخ ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اكفوني عالم البرزخ أكفيكم عالم الآخرة عالم الآخرة الله مخلي عليه لكن عالم البرزخ ترحنا ما أن ندخل به لأن عالم البرزخ عالم تصفي للشيعة مما ارتكبوا فهذا الزنديق لما شاف الإمام سلام الله عليه قال لا الله يصفي ذنوبه في عالم البرزخ حتى يأتي يوم القيامة ولا ذنب له هذا غضب وطلع فتحه ركه موحلو خرج من عنده غاضب الإمام سلام الله عليه قال لا إذا لا هذا ولا هذا رغما على أنفك أنه يدخل الجنة فلما قال رغما على أنفك يدخل الجنة أنه غضب وخرج إذن المؤمن الإنسان إذا كان واقعا محبلد عنده ولاية عنده ولاية لأهل البيت سلام الله عليهم فلابد أن تصفى ذنوبه في دار الدنيا فإن لم يكن في عالم البرزخ حتى يروح صافي مصفى وأما غير المؤمن يعني اللي ما عنده ولاية لأهل البيت ولا يعتقد بولاية أهل البيت ومقصر ومصر ومعاند هذا طبعا عنده حسنات في دار الدنيا صلى وصامة وكذا وين تروح الله ما يبخز حقه وين تروح حسناته من يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى الأحاديث تقول الله تبارك وتعالى يجازه في دار الدنيا يعطي ثواب أعمال الحسنة في دار الدنيا ويعطي أكثر من أعمال الحسنة يعطيه هواية هواية حتى يأتي يوم القيامة ما عنده شيء فيقول يا ربي أين حسناتي يقول له أعطيتك ثوابه في دار الدنيا الأنمالك حق علينا هذا إذن كل ما القضية في الحديث القدسي اللي ذكرنا لو اجتمع الناس على حب علي لما خلقت النار نسي إحنا أيضا ذكرنا في الحلقة السابقة بأن علي عليه السلام وصل من المقام إلى درجة حتى صار أفضل من جميع الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله أسأل بعض ما يتحمل هذا شلون علي صير أفضل من جميع الأنبياء ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله إحنا قلنا دائما كلامنا نسنده بآية أو رواية خلينا نشوف شوف الإمام السجاد سلام الله عليه في البحار الجزء ثمانية وستين صفحة مية واثنين وخمسين يقول الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين الإمام الصادق عليه السلام شي يقول في البحار الجزء ثمانية وستين صفحة مية وثمانية وخمسين يقول إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله إنسان كل ما يزداد علم بالله يكون راضي بقضاء الله أكثر إذا نجمع بين هذين الحديثين يطلع أعلم الناس شنو له أعلى درجات اليقين أعلم الناس له أعلى درجات اليقين كلما ازداد علما درجة اليقين تزداد أكثر شوف ترى درجات اليقين يقولون على ثلاثة علم اليقين عين اليقين حق اليقين لتقريب الموضوع هذا مذكورة في كتب الفلسفة وأنتم لعدو سامعين كثير للتشبيه وتقريب الموضوع أنا جالس هنا إذا شفت من بعيد أكو دخان يصد عندي علم يقين ترى هذا الدخان على أثر شنو نار يعني أكو نار صار عندي علم أكو نار إذا مشيت اتحركيت ورحت شفت النار بعيني صار عندي عين اليقين الأولي علم اليقين الثاني عين اليقين إذا خليت صبعي بالنار واحترك صبعي بالنار صار حق اليقين يعني بعد ما ماكو أعلى درجة من هذة شنو أعلى حطيت صبعي واحتراك بعد شنو تريد أعلى من هذا هذي يسمونه شنو حق اليقين صار علم اليقين عين اليقين حق اليقين من زين الآن خلينا شوف نسبة درجة اليقين عند الأنبياء إش كثر أنبياء الله سبحانه وتعالى نسبة درجة اليقين عند الأنبياء إش كثر طبعا الأنبياء درجاتهم تختلف الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذن موكلهم على مستوى واحد وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إذن درجاتهم موكلها على مستوى واحد خلينا نشوف الآن نقيس اليقين عند علي عليه السلام واليقين اللي موجود عند الأنبياء إش كثر أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء خلي نبينا محمد صلى الله عليه وآله بعد نبينا أفضل الأنبياء منه إبراهيم الخليل درجة اليقين عند إبراهيم الخليل اللي هو أفضل الأنبياء إش قاد شنو قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى الله شنو قال قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن شجاوب قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم اللي هو أفضل الأنبياء عند يقين ولكن بعد شنو قال طلب الزيادة قال أريد زيادة في يقين أمير المؤمنين سلام الله عليه شنو قال قال لو كشف لي الغطاء مزددت يقينا يعني وصل من اليقين إلى منتهى بعد لا يتسنى له أن يطلب الزيادة بعد ما أكن مجال يقول يا ربي نطيني زيادة شوف إبراهيم اللي أفضل الأنبياء طلب الزيادة علي يقول أنا ما أكن مجال أقول أنا خلاص لو كشف لي الغطاء مزددت يقينا إذن اليقين عند علي أكثر من عند الأنبياء علي واليقين قلنا ما يجئ إلا من كل ما ازداد علما إذا وصل من العلم منتهى يصل من اليقين منتهى نزين الآن خلي نشوف اليقين العلم 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 الأنبياء من اسم الأعظم خلي نشوف الآن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آصف بن برخي وصل نبي الله سليمان عنده علم من الكتاب مو علم الكتاب بينما أمير المؤمنين سلام الله عليك كان عنده علم الكتاب يعني علم الكتاب كل عنده آصف عنده علم من الكتاب عنده حرف واحد استطاع بواسطة هذا الحرف يتصرف في الكون ويطوي الأرض ويأتي بأرش بالقيس إلى سليمان بحرف واحد شوف الإمام الهادي سلام الله عليه يقول يقول اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفة اسم الله الأعظم ثلاثة سبعون حرفة كان عند آصف ابن برخية حرف واحد تكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بالقيس حتى سيره عند سليمان حرف واحد ثم قال شنو يقول وعندنا أثنان وسبعون حرفة الله أكبر وحرف واحد مستأثر به الله سبحانه وتعالى مستأثر به في علم الغيب حرف واحد أدى الله ما أحد مطلع عليه اثنين وسبعين حرف اثنين وسبعين حرف أدى الأي ما سلام الله عليهم حرف حرف ثلاثة حسب درجاتهم الأنبياء عند الأنبياء موجود زين أنا رح شوي أطول فتشم دقيقة على ما أخلص رواية روايتين أخلصها مو مشكلة إذن الآن نريد نقيس كم نسبة الواحد والاثنين من الاسم الأعظم الموجود عند الأنبياء ونسبة اثنين وسبعين حرف الموجود عند أمير المؤمنين سلام الله لا قياس إذن أمير المؤمنين أعلمهم وأشدهم يقينا واللي أعلم وأشد يقين يتصرف إذا ذاك عند حرف واحد استطاع أن يتصرف في الكون ويأتي بعرش بالقيس حرف واحد علي للي عند ثمية وسبعين حرف شنو يقدر يسوي عند الولاية التكوينية ويستطيع أن يتصرف في الكون بإذن الله سبحانه وتعالى حديث واحد أذكر لك رواه الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي في كتاب ينابيع المودة الحديث جدا نطيف وأيضا يذكره في الدر المنظم لابن طلح الحلب الشافعي يقول اعلم أن جميع أسرار الكتب وين أسرار الكتب السماوية كلها في القرآن وجميع ما في القرآن وين في الفاتحة وجميع ما في الفاتحة وين في البسملة وجميع ما في البسملة وين في باء البسملة وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء النقطة ثم قال الشافعي والحنفي قال قال الإمام علي عليه السلام أنا النقطة التي تحت الباء يعني شنو يعني جميع ما في أسرار الكتب وما في القرآن هو عند علي عليه السلام إذن علي عليه السلام أعلمهم وأيقنهم وأصبح أفضلهم بلا شك ولا ريب وهنيئا لنا وهنيئا لكم أيها الشيعة باتباعكم لعلي وأصبحتم من موالي علي ومن شيعة علي أسأل الله أن يثبثنا وإياكم على ذلك ويرزقنا شفاعة أمير المؤمنين يوم القيامة إلهي آمين الحمد لله رب العالمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته